السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وموقع جديد وفيديو مفيد على قناتنا وهذا الموقع هو موقع path.ai الرابط هو path.tv الموقع دوة اللي بيميزه أن منشئ هذا الموقع من الميدل إيست أو من الشرق الأوسط أعتقد أن منشئ هذا الموقع زي ما أريد على إحدى المواقع الإلكترونية هو من عمان من الأردن وأعتقد أن ده برضو حاجة مهمة جدا لازم نلقي الضوء عليها ونتمنى أن يكون هناك المزيد من منشئ مثل هذه المواقع المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتطوير مثل هذه المواقع المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يكونوا في الوطن العربي النهاردة هنلقي كده نظرة عن path.ai وحنحول الواجهة بتاعته إلى اللغة العربية فهروح هنا هحول الواجهة لعربي فهنا هيكون الموضوع متهيأ لي سهل بقى الناس كتير جدا بترتاح أكتر مع الواجهة باللغة العربية تعالوا نشوف الموقع دوت إمكانياته عاملة إزاي أنا حاليا استخدمت هذا الموقع على البرو بلان أو الخطة المدفوعة لكن قبل ما نشوفه داخل الخطة المدفوعة كنت أحب أن أنا أبص عليه أكتر فعشان كده حولت من الخطة المجانية الخطة المدفوعة ولكن أنت عشان تجربه استخدم الخطة المجانية عادي جدا أنا مش بعمل دعاية أنا بقول قدو على الموقع هنا الموقع فايدته إيه؟ الموقع بيعمل محتوى فيديو بالذكاء الاصطناعي بشوية خطوات بسيطة جدا يعني ينشئ لك فيديو مدته دقيقة بالذكاء الاصطناعي وده الحاليا متاح داخل الموقع تعالوا كده نروح على الأدوات عشان نشوف إيه الأدوات اللي موجودة تقدر تستخدمها غير عمل فيديو إيه الأدوات اللي موجودة ممكن يغير أبعاد الفيديو ممكن ينشئ ترجم الذكاء الاصطناعي ممكن يضيف صوت سواء الصوت دكان موسيقى أو sound effect تأثيرات أو مؤثرات صوتية ممكن تعمل edit على فيديوهاتك أو صورك تضيف كتابة تأثر أو تعدل الفيديو اللي هو edit يعني بالنسبة للأدوات اللي موجودة كيف يعمل؟ إزاي بيشتغل الموقع؟ تقدر أن أنت تقرأ باللغة العربية بيشتغل إزاي؟ وتبص على الفيديو الصغير اللي في الانترفيس كده زي ما أنت شايف أكتر حاجة اهتميت بيها إيه؟ هو إنشاء فيديو ده اللي خلاني أخش على الموقع وأشوفه هنا تقدر أن أنت تتابع باستخدام جوجل أو باستخدام تويتش أو باستخدام بريد الإلكتروني يلا بينا نعمل ساين إن ونشوف إمكانيات الموقع بتاع النهاردة أنا دخلت على الأكاونت المجاني مرضيتش أخش على المدفوع علشان أوريك أيضا أن أنت في المجاني تقدر أنك أنت تستخدم المية وخمسين كريدت بتوعك في إنشاء الفيديو ولكن الاستخدام المدفوع اللي أنا عملته أو رأيت لي علشان أوريك برضو بعض الأدوات الأخرى الموجودة في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى أو إمكانيات أخرى في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى لكن النهاردة إحنا هنتكلم عن إنشاء فيديو من خلال path.ai طب عشان أنشئ فيديو من خلال path.ai هخش على الوجهة اللي باللغة العربية زي ما إحنا شايفين وزي ما إحنا اخترنا وحبتدي أقوله إنشاء فيديو لما حقوله إنشاء فيديو بالمنظر ده كده حبتدي أن أنا أختار أبعاد الفيديو أبعاد الفيديو الموجودة والمتاحة والموجودة على المنصة حاليا من 9 ل16 بالطول أما بالعرض من 16 لتسعة ومن واحد لواحد غير متوفرة كاتب لك قريبا مدة الفيديو ديئة واحدة الثلاثين ثانية والخمسة واربعين ثانية والمية وعشرين ثانية قريبا حيوتاحوا قريبا لغة السيناريو بالعربية والإنجليزية وبعض اللغات الأخرى إحنا هنختار اللغة العربية ونوع الصوت في أصوات كتيرة جدا ممكن أن أنت تجرب أن أنت تدوس على علامة البلي دي علشان تجرب كل صوت وتختار الصوت اللي أنت شايفه من نسب للتكست اللي أنت عايزه يعني على حسب التكست اللي أنت عايز تحطه هاديك صوت رخيم هاديك صوت رفاية هاديك وهكذا على حسب الشخص اللي بيتكلم هنفترض مثلا أن أنا هستخدم مثلا عبدالله فهبتدي أن أنا أختار عبدالله كنوع الصوت نوع الفيديو في تعليمي وفي رواية القصص فأنا هنا هختار مثلا يكون رواية القصص لو هي قصة أو تعليمي لو هي حاجة تعليمية أصدوب الفيديو طبيعي غامض مضحك رعب ممكن أخلي رعب فكرة الفيديو ممكن أبتدي أن أنا أكتب هنا فكرة الفيديو بيديك هو شوية أفكار أنواع نادرة عن الحيوانات وممكن عصورة عليها تطور اللغات دي شوية أفكار بيديها لك أو إلسق النص الخاص بك أنا هنا مثلا حبتدي أن أقوله فكرة الفيديو يهدد الذكاء الاصطناعي العالم ده الفكرة الخاصة بالفيديو زي ما قلت لك عايز تلسق النص بتدوس على إلسق النص الخاص بك الموسيقى حبتدي أن أنا أشيل اللي تشكل عليها لأن يفضل أن أستخدم الموسيقى بتاعت كل منصة خاصة اليوتيوب الموضوع ده بالنسبة له بيكون حساس جدا أن دايما حقوق طبعه والنشر بتكون مشكلة كبيرة على المنصات فعشان كده خد بالك جدا من النقطة زي بفضل أشيل علامة الصح وبعد كده حقوله إنشاء النص حيقولي هل أنت راضي عن التعليقات التي أضفتها لن تتمكن من تغييرها في المستقبل حدوس نعم هنا حيقولك قد يستغرق وقت المعالجة ما يصل إلى 30 دقيقة لإنشاء الفيديو الخاص بك وسنقوم بتحديثك عبر البريد الإلكتروني هنا المقصود بها باختارك عبر البريد الإلكتروني بمجرد الانتهاء من المعالجة زي ما أنت شايف كده في قائمة الانتظار جاري إنشاء التعليق الصوتي إنشاء النصوص إنشاء المرئيات معالجة الفيديو حقولك بقى كده بشكل سريع عن خبرتي في هذه الجزئية لما كنت على الخطة المدفوعة كان الموضوع أسرع نوعا ما هنشوف هل في الخطة المجانية أيضا هياخد نفس الوقت ولا لأ ولا فعلا هياخد 30 دقيقة زي ما بيقول أنا في المدفوع خد مني حوالي 7 دقايق 8 دقايق فهنشوف مع بعض هنرجع بقى مرة تانية إن شاء الله بعد ما يتم إجراء معالجة للفيديو ونشوف الفيديو بتاعنا هيكون شكله عامل إزاي تم إنشاء الفيديو بتاعنا زي ما احنا شايفين عليه ووتر مارك وفي البرو بلان أو حتى في الفري بلان اللي اتنين كان موجود الووتر مارك وحنعمل تحميل للفيديو بتاعنا وبعد كده نشوفه بعد التحميل بقى عامل إزاي ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي خصمنا القادم في عالم الأساطير الوحوش والأبطال خيال لكن في عالمنا الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة مذهلة يتعلم يتكيف وربما يتفوق على البشر يستطيع تحليل البيانات بكفاءة عالية واتخاذ قرارات قد تؤثر على مستقبل العمل الأمن وحتى الأخلاقيات الأهم من ذلك هل يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي مستقلا بما يكفي لتحديد مصيرنا دون تدخلنا؟ هل أنت مستعد لمستقبل يقوده الآلات؟ شفنا الفيديو بتاعنا بعد التحميل وشغلناه وشفناه مع بعض طبعا الناس اللي عايزة تعمل محتوى وخصوصا المحتوى القصير اللي هو يوتيوب شورتس أو على تيك توك أو على انستجرام ريلز أعتقد أنه هيكون هذا الموقع مناسب لها ولكن من وجهة نظري أتمنى يكون في خطط أفضل وأحسن شوية وخصوصا أن أعتقد أن اللي بيستخدم الباث.ai هيكون بالنسبة له أنه يعمل فيديو وحيكون عنده أهم من حاجات تانية موجودة في الحساب المدفوعة من وجهة نظري الشخصية طبعا وهو طبعا نقلة كويسة جدا بالنسبة للمحتوى يعني وجهها باللغة العربية وبيدعم اللغة العربية أعتبر شيئا ده بالنسبة لي فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد وعجبكم موقع النهاردة بس.ai أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنت من متابعين الأعزاء ما تنساش لايك وشيروا الكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته